مصدر كمان في اتحاد الكرة قال لرقم 10 ان الاتحاد وعد لعبي المنتخب بصرف 1500 دولار لكل لعب كمكافئة ايجادة حال الفوز في مبارتي غينيا واسيوبيا في تصفيات اوم افريقيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بخلاف لقاحة المكافئات الرسمية اللي لسه ما جايزاش كابتن اهاب جلال حتى الان اتحاد الكرة بيرغب في تحفيز اللعبين لحظة اول 6 نقاط في المباراتين لتسهيل موقف منتخبنا ان شاء الله ده بالنسبة للمكافئات يلا خير مكافئات بإذن الله في الفتر اللي جاي مكافئات كتير